السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب الصف الخامس الابتدائي درس مهم جدا وهو درس الماضي المستمر listen to الدرس التاني للوحدة الرابعة what were you doing ماذا كنت تفعل هنا احنا هنسأل عن حدث استمر في الماضي في وقت محدد لفترة ما اول حاجة regular verbs الافعال المنتظم عندي lesson to يستمع الى happen معناه يحدث حاجة بتحصل work يعمل watch يشاهد listen الماضي منها listen to listen to happen happened work worked watch it arrive يصل بيوصل لمكان واتفقنا قبل كده arrive in يصل لمكان كبير زي دولة arrive at يصل لمكان صغير مثلا زي مطار study يذاكر stop يتوقف shop يتسوق arrive الماضي منها arrived study studied stop stopped shop 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 الافعال الغير منتظم irregular verbs sleep ينام drink يشرب run يجري get up بيصحم لهم يستيقز forget ينسى sleep sleep slept drink drank run ran get got up forget forgot do معناها يفعل write يكتب take ياخذ make يعد او يصنع have يتناول او يملك do dead write wrote take talk make made have had ندخل في صلب الموضوع grammar study زمن الماضي المستمر او past continuous tense في الاثبات بيتكون من التالي احنا طبعا عارفين ان verb to be am is r احنا هنستعمل verb to be زي المبارع المستمر بالزبط وهنضيف الفعل اه مصدر وزائد الاي ان جي بقواعد الاي ان جي اللي انت عارفها او هتتعرف عليها النهاردة لكن المرة دي احنا مش هناخد ام واز وار احنا هناخد ام واز نحولها الوز في الماضي لان احنا ده اسمه ماضي ماضي مستمر يبقى ام واز هنحولها الوز ازا هقول اي اوز انا كنت يعني اه لو انت هتاخدها مسلا اي اوز اتسكول اي اتسر دي انا كنت في المدرسة مبارح لكن هنا مش هيكون لها معنى هي بس هتكون التكوين بتاع الزمن تمام فهقول هي وشي وقت هياخده برضو يبقى كل ضمائر المفرد علشان ترتاح من القصة دي اي 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 فاعل مفرد هناخد طبعا بما انها بتيجي مفرد وجمع فهتروح مع ضمائر ايه؟ ضمائر الجمع فهقول يو وير وير ذي وير ار هتحول الى وير اتفقنا واي فاعل جمع بقى في الدنيا هيحول الى وير يبقى عندنا اتنين ما فيش غيرهم مع المفرد وير مع الجمع ثم هنجيب الفعل وهنضف له يعني انا كنت اقرأ هو كاني اقرأ نحن كنا نقرأ الموضوع يعني في متاس سهولة فوش حاجة صعبة تمام تب عايز ان في اقول لا محصلش الكلام ده بنضيف بعد بعد هنضيف ادي كل الموضوع تبقى اي وز نت واختصارها وزنت معايا هي وز نت واختصارها وزن تبقى هي وزن تريدين وير هتبقى وير نت اللي هي وير انت في الاختصار بتاعها اي وزن تريدين لأ انا لم اكن اقرأ شي وزن تريدين لم تكن تقرأ هم لم يكونوا يقرأوا تمام بعد كده عايز اعملها سؤال بمنتهى البساطة تاخد الفعل المساعد تسأل بي اللي هو مين الفعل المساعد اللي بيساعدني في تكمل الفورميشن ده ماشي وزي هل كنت اقرأ هل كان هو يقرأ هل كان او هل انت كنت تقرأ وهكزا يبقى هنبدأ بالفعل ثم الفعل مضاف له اي ان جي ده يا سيدي ايه ملخص الحدوتة وتعالى ايه ناخد التفاصيل امثلة للجملة في الاستبات انا كنت مسافر بالمركب مع صحابي تمام يبقى التكوين ماشي ازاي الفاعل بالجملة المثبتة وز والفعل مضاف له ايه اي ان جي طيب عايز اجيبها مع ضمائر الجمع تبقى بدل وز تبقى وير بكل بساطة كنا بنحاول نفهم اسم الجزيرة ده جاي منين ليه بقى بنستخدمه لحاجة كانت بتحصل واستمرت لوقت او فترة من الوقت في الماضي يبقى احنا بنستخدم زي من الماضي المستمر للتعبير عن حاجة حصلت في الماضي واخدت فترة ايه من الوقت كانت بتساعد مامتها يوم الجمعة الصبح كانت بتساعدها لفترتين ايه بل يبقى انا هنا يعني كاني بصلت الضوء على الفترة دي خلاص مش هي ساعدت مامتها وخلاص زي الماضي البسيط ما بقاش عارف ساعدتها كم سانية لا هنا انا اعبر عن حدث كان يستغرف وقت طويلا شوية معا طيب عادة اضيف لفعل منتهب ايه غير منطوقة زي هاف وميك رايت ورايد تيك ودرايف هتلاحظ ان الاربع افعال او الستة افعال دولة اخرهم ايه لا تنطق هاف ميك رايت رايت سمع صوت الايه طبعا ما حصلش تيك درايف بنعمل ايه اومت ايه يعني بنحزي في الايه ونضيف الاي ان جي هافين شفت حرف الايه هنا لا طيارنا ميكين رايتن رايدن تيكين درايفين يبقى تخلي بالك ايه لازم تحزف الايه قبل ما اضيف الاي ان جي ساميرا وز رايدن هير بايت كانت رجبة درجات هيصر دي امبارع الساعة كامل الساعة ثلاثة اذا هنا شلت الايه من فعل طبعا كلامنا مش جديد عليك انت اخذتوا اصلا في الماضي البسيط ان الفعل لما يكون منتهي بحرف ساكن مسبوك ومتحرك خلاص خاصة احنا بنتكلم عن الافعال اللي هي اللي هي مقطع لفظي واحد تنتقها مرة واحدة وتنتهي بساكن مسبوك ومتحرك بنكرر الحرف الاخير قبل اضافة الاي ان جي الكلام ده كنا بنعمله في الماضي البسيط خلاص مع بعض الافعال يبقى running shopping swimming هتلاحظ ان double n double p double m تمام? he has he was swimming in the sea كان بيعوم في البحر we also use the past continuous tense to express to express two actions وده حاجة مهمة جدا برضو والكلام ده تدرسه بالتفصيل بعدين which were happening at the same time in the past لما تيجي تحكي قصة خلاص? وتيجي تسترد الاحداث وتقول لي بينما كان المطر يتساقط كان هو يمشي على الطريق وحزينا وكانت العصافير تغرد كل ده يعني بنصيغه في ايه? بنصيغه في زمن الماضي المستمر حاجات بتحصل في فترة زمنية ما يعني متوازية مع بعضها فهمت? فتعال نشوف كده مثال نقطع على الصفحة اللي بعدها هو مش جايب مثال هنا مش مشكلة سهلة طيب في صيغة النفي بنستخدم نوت افتر وز او ور يعني عايز انفي زي ما قلت لك هنضع بعد وز ور هتبقى وزن تو ويرنت هنوش بيلعبوا طيب في الاستفهام بنقدم وز ور على الفاعل فهنقول ماذا كنت تفعل قدمته ور على الفاعل يوبعدين الفاعل مضاق له اي ان جي كنت بتعمل ايه? كنت قاعدة اسمع الراديو هل هم كانوا بيلعبوا تنس لاحظه ايه? يبقى في حالة الاجابة بنعم او لا بنشوف احنا بنسأل بايه والضمير ايه انا هنا قلت تبقى نعكسها ولو كنت هنف اقول هنا لو كنت جوابت بالاجاب هقول يس تمام? بعد كده اجاب لك اه تدريبات كنت عايز احلل لك كده تدريبات علشان ايه اثبت عندك ايه المعلومة هنا او بقى اجيب لك كده ايه المربع اللي احنا بنختار بيه مثلا هنا اهو كده عشان نبقى مركزين مع بعض تمام هنا الفاعل هقول ولا ولا قام طبعا اختار وز في الماضي كنت اقرأ رابت دفاع المفرد وانا مغمض هختار ايه اختار وز كان بياكل اه جزرايا تمام لما كنت انا في الحديقة وحديقة الحيوان يبقى احمد ايه مفرده هنا جامع ايه وماي برادر احنا الاتنين يبقى حتى من غير ما اكمل الجملة يعني الفكرة في كده تعرف الفاعل وتختار وي وي ايه انت مغمض وانا بنحاول نفهم هنا هسأل عن مين عني ويبقى انا مغمض يعني الموضوع والله العظيف ومنتهى البساطة اهو انا من غير ما اكملك بقى الجملة انا بعرف البنية مش ازاي مش مفرد يبقى وز خلاص وهتلاقي لازم هيجي فعلا مضاف له هتكمل انت على هزا النسك تحياتي ليك ياسر الكلاني تساكر منهك وتدرس كل صوت وتحيل تدريبات وتعرف نتيجتك فورا من خلال تطبيق مستر ياسر الكلاني للمرحلة الابتدائية والاعدادية حمل التطبيق دلوقتي من جوجل بلاي واعلى بمستواك شكرا جدا على المشاهدة ما تنساش لايك للفيديو وشير على مواقع التواصل التماعي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس تحياتي ليكم ياسر الكلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة